بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضع مقترحة في الرياضيات في الأعداد المركبة لبكالوريا 2017 رقم 29 أنصح به شعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنه تمرين رائع وشامل حيث قال 1 حل في مجموعة الأعداد المركبة المعادلة ذات المجهول زاد حيث زاد مربع زائد ثلاثة في زاد مربع ناقص سبتة زاد زائد واحد وعشرين يساوي الصفر اثنان قال المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجنس OEG قال ألف علم النقط A B C و D ذات اللواحق على الترتيب زاد A يساوي جدر ثلاثة في E وزاد B يساوي ناقص جدر ثلاثة في E وزاد C يساوي نا ثلاثة زائد اثنان جدر ثلاثة في E وعندنا زاد D اللي هو مرافق زاد C ما معنى مرافق زاد C؟ معنى يساوي ناقص ثلاثة ناقص اثنان جدر ثلاثة في E عندنا باقة البين أن النقط A B C و D تنتمي إلى نفس الضائرة C التي مركزها أوميغا ذات اللاحقة اللي هي لاحقة واللي هي هذه النقطة اللي هي زاد أوميغا يساوي لنا ثلاثة قال يطلب تعيين نصف قطرها ثالثا قال يتكون النقطة E ناظرة D بالنسبة إلى O يعني هنا نستخرج إحداث أو لاحقتها قال أليه بيّن أن زاد C ناقص زاد B على زاد O ناقص زاد B يساوي ناقص C يتناقص E في B على ثلاثة ثم عين طبيعة المثلثة بي أسي قال باب عين مجموعة النقطة M ذات اللاحقة زاد أكيد من المستوي حيث عندنا زاد يساوي ناقص ثلاثة زائد إثنان الجذر ثلاثة في أسية إتيطة مع تيطة ينتمي إلى R رابعا قال ليكن H التحاكي الذي مركزه R ذو اللاحقة زاد R يساوي ناقص ثلاثة ونسبته إثنان قال ألف عين العبارة المركبة للتحاكي H باقى الأحسب مساحة صورة الضائرة C هذه ليس هي إنما صورتها بالتحاكي H إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق في الإجابة على سؤال أول قال حل في مجموعة الأداد المركبة C المعادلة ذات المجهول Z حيث إذن أعطيت لنا هذه المعادلة سوف نقوم بحلها لاحظوا وانتبهوا أرجوكم هنا إذن نكتب هنا أولا عنوان الجواب واحد حل في C المعادلة وها هي المعادلة عندنا يا أبناء نحن نعلم شيئا نعلم شيئا أنه ماذا؟ أنه عندنا جداء عددين A في B يساوي السفر من هو الذي يساوي السفر؟ إما A يساوي السفر أو B يساوي السفر يقول أحدكم وما دخل هذا؟ ها هي A وها هي B يساوي السفر إما هذا يساوي السفر أو هذا يساوي السفر إذن نأتي الآن ونقول هذا ماذا؟ هذا ماذا يعني؟ يعني إما أنه زاد مربع زائد ثلاثة يساوي السفر أو ماذا؟ أو زاد مربع ناقص ستة زاد زائد واحد وعشرون يساوي لنا السفر الآن هذا يمكن أن ننقله إلى هنا فماذا ينتج؟ ينتج لنا زاد مربع يساوي لنا ماذا؟ ناقص ثلاثة لكن ناقص ثلاثة معروفة أنه ناقص في الأعدد المركبة هو E مربع يعني يصبح لنا ثلاثة في E مربع ومنه زاد ماذا يساوي؟ زاد واحد يساوي لنا جذر ثلاثة E مربع لكن ال E مربع له الحق أن يخرج لنا ب E يصبح لنا E في جذر ثلاثة أما الزاد إذا سمينا زاد إثنان يساوي لنا مرافقه اللي هو ناقص E الجذر ثلاثة فقط أبناء هذا فيما يخص الجزء الأول للمعادلة أما هنا ما علينا إلا حساب شيء اسمه المميز لأنها معادلة من الدرجة الثانية كذلك يقول أحدكم وهنا لماذا لم تستعمل المميز؟ يمكن أن نستعمل المميز لكن لا نتعب بقولنا كثيرا بما أن يوجد لنا يمكن أن ننقل هذا أما هذا لا يمكن أن ننقل هنا إلى هذا الطرف لأنه سوف نبقى في دوامة إذن هنا ما علينا إلا أن نحسب المميز الذي يساوي بمربع يعني 36 ناقص 4 في A في سلي هو 21 إذن هنا تعطينا 36 ناقص ماذا؟ ناقص 84 هكذا وتصبح تساوينا ناقص ماذا؟ ناقص 48 ناقص 48 وهو 48 في E مربع يصبح لنا جذره ماذا يساوي؟ مركزه فقط تصبح لنا وهي E يعني تصبح هكذا 48 E مربع المربع يخرج لنا بE وما يبقى لنا بالداخل اللي هو ماذا؟ 16 في 3 لكن 16 له الحق بالخروج ب4 تصبح لنا 4 E جذر ماذا؟ جذر 3 يصبح لنا زاد إذا سمعنا هكذا زاد 3 يساوينا ماذا؟ يساوينا ناقص B الناقص B ألبي ها هو إنها ناقص 6 والناقص بحنا 6 زاد جذر دالة لهو 4 E جذر 3 على 2 في الأ لكن الأ هو واحد فيذهب هذا مع هذا مع هذا تصبح لنا زاد 3 يساوي ماذا؟ يساوينا 3 زائد 2 E جذر 3 أما الزاد 4 فيساوينا ماذا؟ يساوينا 3 ناقص 2 E جذر 3 هذه هي حلول هذه المعادلين يمكن أن نقول S يساوينا ماذا؟ يساوينا زاد 1 وزاد 2 وزاد 3 وعندنا كذلك وزاد 4 فقط أبنائي لماذا؟ لأنها معادلة من الدرجة الرابعة لأنه لو نضرب زاد مربع في زاد مربع تطعينا زاد قوة 4 فقط بعدما أنهينا مع هذه الأبنائنا الآن إلى جزء الهندسة قال ثانيا المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجنس O E J قال ألف علم النقط A B C و D ذات اللواحق على الترتيب عندنا زاد A يساوينا جذر 3 E يعني هذا ماذا يا أبنائي؟ هذا عدد تخيلي صرف إذن لاحظوا جيدا يعني هنا 1 فاصل يعني الجذر 3 المعروف أنها 1 فاصل 73 يعني تأتينا في هذا المكان هنا نأتي ونضع النقطة التي اسمها ماذا؟ اسمها A نأتي الآن إلى B هي مرافقتها إذن تكون B في هذا الموضع هنا وعندنا كذلك النقطة C لاحظوا 2 في جذر 3 هذه تعطينا كم؟ بالتقريب تعطينا 3.6 أو 47 وهذه ثلاثة إذن أولا إذا جئنا الآن أولا عندنا ثلاثة على محور الفواصل نأتي هكذا ها هو ثلاثة على محور الفواصل و ثلاثة فاصل 47 على محور الترتيب يعني هنا تأتينا النقطة والأخرى تأتينا هنا عفوا تأتينا في هذا المكان هذه النقطة هنا هذه عفوا إذن هذه النقطة اسمها ماذا اسمها س أما مرافقها ها هو مرافقها اللي هو زاد الذي يسوينا ماذا يسوينا ثلاثة ناقص إثنان إجرى ثلاثة أكيد تكون لنا في هذا الموضع إنها النقطة د ثم يمكن أن نقوم بمحي هذه الخطوط هكذا لاحظوا جيدا ركزوا أجوكم هكذا لاحظوا الآن بعدما قمنا بتعليم هذه النقطة سوف أكيد ننطلق في طرح الأسئلة الأخرى ننطلق ابنائي في الأسئلة الأخرى قال بيّن بيّن أن النقط A B C و D تنتمي إلى نفس الضائرة C التي مركزها أوميغا ذات اللاحقة زاد أوميغا يسوينا ثلاثة إذن مركزها أولا عندنا في هذا المكان إنها أوميغا تعالوا أولا نلاحظ هذا هندسيا يعني لما نأتي بالمدور هل هذا الأمر يتضح لنا جليا أنها حقيقة ذلك أم لا لاحظوا إذا أتينا ووضعنا المدور في هذا الموضع وأتينا بهكذا ثم هكذا لاحظوا وانتبهوا أرجوكم إذن هنا ونسعد قليلا ونقوم برسم دائرة انظروا نعم إنه الأمر محقق ومؤكد ها هي أمكم اسمها الدائرة إذا سميناها الدائرة C ذات المركز أوميغا هنا كيف ذلك حتى يكون هذا الأمر محقق أكيد يجب أن يكون هذا البعد أوميغا يسوينا أوميغا B يسوينا أوميغا D ويسوينا أوميغا C إذن هذا هو الجواب فقط إذن نكتب أولا هنا البرهان أن النقط من هي النقط لهي A B C و D تنتمي إلى نفس الدائرة C ذات المركز أوميغا إذن نقول حتى يتحقق ذلك إذن حتى يتحقق ذلك يكفي أن نبر هنا ماذا؟ أن نبر هنا هذا الأطوال أن أوميغا A يسوينا أوميغا B يسوينا أوميغا C ويسوينا أوميغا D ويسوينا نصف القطرة R هذا هو الأصل فقط تعالوا أن ننطلق بأوميغا A الذي يسوينا ماذا؟ يسوينا زاد A ناقص زاد أوميغا ويسوي زاد أوميغا زاد A نحن نملكها ها هي أمكم إنها جذر ثلاثة E ناقص زاد أوميغا وهي ناقص ثلاثة نحن نعلم أن هذا ماذا يعطينا الحقيقي مربع يعني هذا مربع تحت الجذر لهو ماذا؟ لهو تسعة زائد هذا مربع تحت الجذر لهو كم؟ لهو ثلاثة وهي إثنى عشر وتصبحنا أوميغا A يسوي إثنى عشر لما نقوم بتحليه هي أربعة في ثلاثة معنا أصبحنا إثنان جذر ثلاثة نأتي الآن إلى أوميغا B أوميغا B كذلك ماذا يسوينا؟ يسوينا زاد B ناقص زاد أوميغا ويسوي الزاد B هو ناقص جذر أو E جذر ثلاثة لأن الضرب عملية تبديلية ناقص زاد أوميغا وهو ثلاثة وهذا الأمر كذلك لما نحسبه نجده إثنان جذر ثلاثة ثم نأتي الآن إلى أوميغا ماذا؟ أوميغا C الذي يسوينا نفس الشيء يسوينا زاد C ناقص زاد أوميغا ويسوينا زاد C اللي هو معروف أنها ثلاثة زائد إثنان E الجذر ثلاثة ناقص زاد أوميغا اللي هو ثلاثة فيذهب هذا مع هذا تصبح لنا كم؟ تصبح لنا هذا إثنى عشر يعني لما نربعه تحت الجذر يخرج لنا بإثنان جذر ثلاثة ثم عندنا كذلك أنه أوميغا D يسوي نفس الشيء زاد D ناقص زاد أوميغا ويسوينا ماذا؟ يسوينا مرافقنا هو ماذا؟ هو ثلاثة ناقص إثنان E الجذر ثلاثة ناقص زاد أوميغا اللي هو الثلاثة يذهب هذا مع هذا بعدما نجري عملية تصبح لنا جذر إثنى عشر اللي هو إثنان جذر ثلاثة هل وصلنا إلى المطلوب الذي قلنا نصل إليه؟ نعم نقول ومنه هكذا نقول ومنه النقط من هم النقط؟ A و B و C و D تنتمي إلى ماذا؟ إلى نفس الدائرة C هذه C التي مركزها قلنا ما هو؟ أوميغا و نصف قطرها R كم يساوي أبناء يساوي إثنان جذر ثلاثة فقط لأن قلت كل هذه الأطوال متساوية وتساوي R ها هي كلهم جاءت قيمهم إثنان جذر ثلاثة إثنان جذر ثلاثة إثنان جذر ثلاثة إذن هذه هي الدائرة المطلوبة أبنائي فقط بسيط قوموا بالحساب سوف تجدون كل تلك الأطوال متساوية وذلك هو نصف القطر فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى سؤال ثالث قال لتكون النقطة نظيرة D بالنسبة إلى O إذن هنا أكيد سوف نستخرج ماذا إحداثيات النقطة حتى نستمر في بقية الأسئلة إذن نقول إيجاد إحداثيات أو نجد نقول ليس إيجاد لاحقة أفضل لاحقة أ أولا بما أن ركزوا جيدا هذه تعلمها أرجوكم قال هو نظيرة D بالنسبة إلى O ماذا يمكن أن نقول على O إنها منتصف القطعة D إذن فماذا نقول نقول هكذا زاد O بما أن هذا هو المنتصف فالمنتصف مثله كمثل فرضين ونريد إيجاد معدلهم إذن نقول هو زاد D زاد زاد O على 2 هذا هو المعروف لماذا أبنائي لأن تصبح لنا O منتصف القطعة D لأنها هي أنظروا قال هو نظيرة D بالنسبة إلى O فإن O منتصف القطعة D ونحن نعلم يا أبنائي أن إحداثيات منتصف تقول لاحقة الأولى زائد ثانية على 2 لكن هذه نحن نعلم ها كم إنها الصفر لاحقتها صفر فيصبح لنا ماذا تصبح زاد D زائد زاد O يساوي الصفر لماذا أبنائي لأن أي كسرة من هو الذي يساوي الصفر فيه البسط لأن المقام 2 و2 لا يساوي الصفر هذا ماذا يعني أن ننقل هذا هذه إلى هنا فتصبح لنا زاد O يساوي ماذا يساوي لنا ناقص زاد D ويساوي الزاد D عندنا نحن زاد D قلنا هي مرافق زاد C وهي ثلاثة ناقص 2 عفوا ناقص 2 E جد 3 الآن تخيلوا إذا ضربنا هنا في ناقص صبح لنا هنا ناقص وهنا زائد لاحظتم صبح لنا زاد E يساوي ناقص 3 زائد 2 E جد 3 هذه هي لاحقة النقطة E حتى نكمل الآن المسير إذا ناتي الآن إلى السؤال ألف قال بين أن النسبة هي زاد C ناقص زاد B على زاد E ناقص زاد B يساوي ناقص E B على 3 إذا ناتي الآن ونقول البرهان أن أن ماذا أن هذه النسبة تساوي لنا هذه القيمة أركز هنا أرجوكم ننطلق الآن بشيء اسمه التعويض هكذا وننطلق عندنا أولا زاد C الزاد C نحن نملكها أين هي الزاد C ها هي زاد C إذن سوف نقوم أولا بجلب تلك الإحداثيات التي نحتاجها لاحظوا وركز أرجوكم ولنتعجل إذن هكذا نأتي بهم ثم ننطلق في الحساب تصبح لنا قلنا زاد C وهي ثلاثة زائد إثنان E جذر ثلاثة ناقص زاد B ها هو الزاد B وندخل عليها الناقص إذن ماذا يسبح سوف عنا زائد ماذا E جذر ثلاثة لأن قلنا الضرب عملية تبديلية على زاد E ها هو زاد لهذا قمت بحسابها من قبل هي ناقص ثلاثة زائد إثنان E جذر ثلاثة ناقص زاد بمعنا نصبح زائد E جذر ثلاثة يصبح يساوي ركزوا هنا أرجوكم إذن أولا في البص نصبح لأن ثلاثة زائد ثلاثة E جذر ثلاثة أما في المقام نصبح لأن ناقص ثلاثة زائد ثلاثة E جذر ثلاثة بما أن الأمر متعلق ناقص ثلاثة E جذر ثلاثة بما أن ضربنا في المقام نضربه كذلك ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة عفوا ناقص قلت ثلاثة E جذر ثلاثة وننطلق الآن في عملية النشر رويدا رويدا أولا المقام لا نتعب وقلنا كثيرا وقلتها وكررها دائما نقول هذا مربع زائد في الأصل مربع يعني ناقص ثلاثة لما تربعها هي تسعة وهذا هذا لما تربعها كم يصبح يصبح لنا ستة وثلاثون يعني عفوا سبعة وعشرون أعتذر سبعة وعشرون الآن المقام البسط نطلق في عملية نشر هذا في هذا إنها ناقص كم إنها ناقص تسعة وفي هذا تصبح لنا ناقص كم ناقص تسعة E جذر ثلاثة ثم هذا في هذا تصبح لنا كم ناقص تسعة E جذر ثلاثة ثم عندنا هذا في هذا عندنا الزائد في الناقص هو ناقص والإي مربع ماذا يجعلها يجعلها زائد معنى تصبح لنا هذا في هذا كم تسعة والثلاثة جذر ثلاثة في جذر ثلاثة كم إنها جذر ثلاثة في جذر ثلاثة هو ثلاثة 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 في تسعة هو سبعة معنا تصبح لنا زائد 27 لم أفعل شيء إنما الحساب فقط نكمل الحساب تصبح لنا تساوي المقام هو أكيد 36 أما البسط فنجمع هذا وهذا يعطي لنا ماذا يعطي لنا 18 أما نجمع هذا مع هذا يعطي لنا ناقص 18 جذر 3 بعدما نختزل من هنا ومن هنا ومن هنا تصبح لنا ماذا تصبح لنا 1 على 2 ناقص جذر 3 على 2 ركزوا هنا أرجوكم هو يريد من أن نصل إلى هذا الأمر الآن ما علينا يا أبنائي إلا ماذا ركزوا إلا أن نقوم بحساب طاولة طاولة 1 على 2 ناقص جذر 3 على 2 أكيد يسوينا الحقيقي مربع له هو 1 على 4 زائد التخيل مربع له هو 3 على 4 تحت الجذر تعطينا 4 على 4 وهي كم وهي 1 الآن نأتي إلى كوس تيطا يسوي كوس تيطا إذا سمينا هذا العدل سمينا عمدته ثم سميناها تيطا فيصبحنا الطا الحقيقي على الطاولة التي هي 1 على 2 وسينيس كذلك تيطا يسوينا ناقص الجذر 3 على 2 بعدما قسمنا على الواحد من هي الزاوية الشهيرة التي في كوس لديها 1 على 2 دون مراعاة ناقص هي أكيد هي بي على 3 لكن نأتي الآن إلى موضعها في الدائرة المثلاثية في الدائرة المثلاثية لو ندقق هنا الاكس كيف هو الاكس موجب والإيقلاق ها هو أمامكم كيف هو سالب لاحظوا أين وقعت وقعت في الربع الرابع الربع الرابع دائما نقول ناقص الزاوية الشهيرة إذن من هذا وهذا ماذا نستنتج نستنتج أبناء أن تيطا تسوينا ناقص P على 3 هذا ماذا يعني يعني يصبح يساوي الطاولة يعني هذا العدد نقوم بكتابتها على الشكل الأسي طاولته واحد يعني لا داعي لكتابتها أما عمدته هي ناقص P على ثلاثة سية ناقص E P على ثلاثة نقول هنا ومنه فقط يقول أحدكم وهل نكتب هذه في رقع إجابنا عن يا أبنائي وإلا كيف وجدتم تلك الزاوية اللي هي ناقص P على ثلاثة بعدما أنهينا مع هذا السؤال أكيد سوف يأتي سؤال استنتاجي قال ثم عين طبيعة المثلث بي أسي هنا الأمر جد جد بسيط يا أبنائي وعليكم أن تحفظوا هذه الأفكار لأنها كثيرة تتباول في البكالويات نعطي الآن نقول طبيعة ماذا؟ طبيعة المثلث الذي اسمه بي أسي انتبهوا أرجوكم إذن هنا كيف نفعل أولا أتينا بهذه النسبة ها هي أمامكم وجدناها كم؟ وجدناها أنها تساوي ماذا؟ تساوينا السية ناقص P على ثلاثة الآن تخيلوا الآن إذا وضعنا رمز هنا هكذا وهنا رمز هكذا فماذا يعني؟ يعني أنه سي هكذا سي أو بي بي سي على ماذا؟ على بي أ يساوي إذن إذا طاولة هذه ما هي؟ هي بي سي على بي أ يساوي الطاولة هنا كم؟ وجدناها وجدناها واحد معناه يساوي لنا واحد وهذا ماذا يعني إذا استعملنا جداء الطرفين جداء الوسطين؟ أن بي سي يساوينا ماذا؟ يساوينا بي أ ها هو الأمر الأول أنه متساوي الساقين بقيت لنا الآن العمدة أو الزاوية الموجهة ما بين شعاع المقام وشعاع البصل هو بي أ وماذا؟ وبي سي تساوينا ناقص بي على ثلاثة هذه قاعدة خاصة إذا كان عندنا مثلث أو هذه النسبة الطاولة واحد احفظوا الطاولة واحد والزاوية بي على ثلاثة أو ناقص بي على ثلاثة فقط ليس إثنان بي على ثلاثة لا بي على ثلاثة أو ناقص بي على ثلاثة فإن المثلث يصبح متقايس الأضلاع هذه حالة خاصة احفظوها نقول ومنه المثلث بي أسي كيف هو متقايس الأضلاع حتى تفهموا جيدا ما تنقول هذا إذا كانت الطاولة واحد والزاوية بي على ثلاثة أو ناقص بي على ثلاثة فإن ذلك المثلث تكون كل أضلاعه كيف هي هذا وهذا وهذا كلها متقايسة لأن الزاوية كلها مئة هي ستون وستون وستون هكذا بهذه البساطة بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى قال عين مجموعة النقط أم أكيد من المستوي ذات لاحقة زاد حيث زاد يسوي لنا ثلاثة زائد اثنان جذر ثلاثة في أسية اي تيطا حيث تيطا هذا عدد حقيقي إذن نكتب هنا تعيين مجموعة النقط أم من المستوي حيث ماذا أعطيت لنا زاد يسوي لنا ثلاثة زائد اثنان جذر ثلاثة في أسية اي تيطا حيث هذه تيطا تنتمي إلى ار ركزوا هنا أرجوكم الأمر جد جد بسيط الآن أولا بما أننا سمعنا أن هذه تيطا هي الزاوية هي التي تتغير وتمسح كل أعداد الحرقية ار يمكن أن ننقل هذا إلى هنا لاحظوا فتصبح لنا زاد ناقص ثلاثة يسوي اثنان الجذر ثلاثة في أسية اي تيطا لكن هذه الثلاثة أليس هي لزاد اوميغا نعم تصبح لنا زاد ناقص زاد اوميغا يسوي لنا اثنان الجذر ثلاثة في أسية اي تيطا ركزوا جيدا الآن إذا أتينا ووضعنا من هنا الطاولة هكذا ومن هنا الطاولة هكذا هذا ماذا يعني؟ هذه معروفة أن هي النقطة أم هذه زاد قال هو لاحقة النقطة أم معنا تصبح لنا أوميغا أم يسوي لنا اثنان الجذر ثلاثة لماذا؟ يتساوي عددان مركبان إذا تساوت الطاولة مع الطاولة والعمدة مع العمدة إذن لاحظوا وانتبهوا إذن نقول أوميغا أم يسوي لنا اثنان الجذر ثلاثة والزاوية الموجهة ما بين شعار وحدة اي والشعار أوميغا أم كم قال تساوي؟ تساوي لنا تيطا الآن تخيلوا أي شيء هنا نحكم عليه لاحظوا أوميغا أم يعني البعد بين النقطة أم والنقطة أوميغا يسوي لنا اثنان الجذر ثلاثة هذا ما أراه أنا إلا أنه إذا كانت عندنا نقطة أم ونقطة أوميغا فإن البعد بينها وبعدها نقطة أم هو إثنان جذر ثلاثة فنلاحظ أن النقطة أم هذه لها الحق أن تقوم بهذا المسار لأن تبقى لنا المسافة دائما إثنان جذر ثلاثة الآن ما هو المسار الذي تلاحظون أني أشكله وأنا أقوم بعملة التدوير لماذا؟ لأن قال تيطا تمسح يعني يمكن أن تأخذ أي زاوية شاءت أظن أن يا أبناء ما بين هذا وهذا نقول ومنه مجموعة النقطة أم هي دائرة مركزها أوميغا ونصف قطرها من هو؟ نصف قطرها R الذي يساوينا إثنان جذر ثلاثة أي هي الدائرة C التي ذكرت في الأول لما قلنا برهن أن الأربع نقطة تنتمي إلى الدائرة التي مركزها أوميغا ونصف قطرها وجدناه إثنان جذر ثلاثة إذن هذه مجموعة النقطة هي نفسها تلك الضائرة التي قمنا برسمها من قبل فقط أبنائي إذن راحتم؟ إذن دائما إذا كانت الطاولة هي الثابتة والعمدة هي التي تتغير أو الزاوية التي تتغير فاعلموا أن هنا تصنع لنا دائرة بعدما أنهينا مع هذا السؤال جاء الجزء الرابع قال ليكن أش التحاكي الذي مركزه R ذو اللاحقة زاد R يساوينا ناقص ثلاثة قال ونسبته أكيد كا تساوينا إثنان قال عين العبارة المركبة للتحاكي أش أمره جد بسيط إذن نكتب هنا تعيين العبارة المركبة للتحويل الذي اسمه أش بما أن هنا دائما أوصيكم بما أن أي تحويل إذا ذكر له المركز فاعلموا أننا نستعمل العبارة المختصرة العبارة المختصرة لأي تحويل هي زاد فتحة ناقص زاد في الحالة العامة ثم نعطي لكم زاد أوميغا يساوينا بما أنه قال تحكي يساوينا كا في زاد ناقص زاد أوميغا حيث هذه أوميغا هي المركز الآن المركز هنا في تمريننا ما هو قال مركزه أر فنضع هنا زاد أر وهنا زاد أر لأننا قلنا في الحالة العامة نسمي زاد فتحة ناقص زاد أوميغا يساوينا كا في زاد ناقص زاد أوميغا حيث هذا كهو نسبة التحكي الآن هنا عطيت لنا ليس أوميغا إنما عطيت لنا أر بما أننا عطيت لنا أر فهنا نمسح هنا ونمسح هنا ونضع هنا أر ونضع هنا أر وأمره الآخر كذلك ركزوا جيدا قال ونسبته إثنان نضع هنا في هذا المكان نضع إثنان فماذا ينتج؟ تصبح لنا زاد فتحة ناقص ركزوا جيدا أرجوكم ناقص ناقص ثلاثة يساوينا إثنان في زاد ناقص ناقص ثلاثة هكذا الآن ننشر ثم تصبح لنا زاد فتحة زائد ثلاثة يساوينا ننشر هذا في هذا تصبح لنا إثنان في زاد ثم هذا في هذا هذا كم يعطينا ثلاثة في هذا تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ستة يعني زائد ستة ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا زاد فتحة يساوينا إثنان زاد هكذا ستة ناقص ثلاثة اللي هو زائد ثلاثة فقط هذه هي العبارة المركبة لهذا التحاكي الذي مركزه R ونسبته إثنان فقط أبنائي حدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائي نتطرق الآن إلى السؤال الأخير قال أحسب لكن ماذا النساحة ليس الدائرة C إنما صورة الدائرة C بالتحاكي إذا نكتب هنا حساب مساحة صورة الدائرة C بالتحويل H أو التحاكي H لاحظوا جيدا نقول هكذا ركزوا لتكون C فتحة صورة C بالتحاكي الذي اسمه H هذا هو إذن لم يطلب مننا حساب مساحة دائرة C إنما طلب مننا مساحة C فتحة اللي هي صورة C بالتحاكي أولا نعطي لكم القاعدة نقول هكذا نقول S C فتحة يعني مساحة الدائرة C فتحة اللي هي تساوينا ما تساوينا كا مربع في مساحة C إذن دائما في التحاكي لما نحسب مساحة صورة شكل بالتحاكي نقول هي النسبة مربع في مساحة الشكل الأصلي لأن هذه الصورة وهذا الأصل فتصبح لنا ماذا أولا نقوم تصبح لنا S C فتحة تساوي لنا الكا قد أعطيت لنا يقول أحدكم ما هي ها هي أمامكم إنها الإثنان ما نصبح لنا إثنان مربع في مساحة S مساحة S مساحة دائرة معروفة أنها هي P في R مربع R مربع قلنا اللي هي إثنان جذر ثلاثة هكذا مربع فأصبح لنا S C فتحة تساوي لنا أربعة في ماذا في P في هنا هذه كم تعطي لنا تعطي لنا لاحظوا تعطي لنا إثنى عشر سبح لنا في إثنى عشر سبح لنا S C فتحة تساوي لنا ثمانية وأربعون في U يعني وحدة مساحة فقط أرجو أبنائي قد فهمتوا الفكرة إذن دائما إذا قال أحسب مساحة صورة شكل بتحاكي فنقول مساحة تلك الشكل الذي هو في الصورة يساوي لنا نسبة مربع نسبة تلك التحاكي المربع في مساحة الشكل الأصلي فتصبح لنا ماذا S فتحة يساوي لنا النسبة هي إثنان نربع تصبح لنا أربعة في مساحة الشكل الأصلي اللي هو P في R مربع P في R أعطيت لنا اللي هي إثنان يجد ثلاثة لما نربعها تصبح لنا إثنى عشر وعوضنا فأصبحت أربعة في إثنى عشر ثمانية وأربعون P U A معناه وحدة مساحة فقط أبنائي وفي الأخير أبناء وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته